اشتركوا في القناة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بان الاجتماع تناول التبحث حول تطوير منظومة الصناعات البحرية والخطط الخاصة بالتطوير التكنولوجية التي تحتاجها هذه الصناعة الاستراتيجية وذلك في اطار ما توليه الدولة من اهتمام بالغ للارتقاء بجميع مناحي العمل في مجال الصناعة البحرية وبناء السفن والوصول به الى اعلى التكنولوجيات الحديثة وما يتطلبه ذلك كله من تطوير شامل في تدريب وتأهيل القوى البشرية من المهندسين والفنين كما استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي السيد جون دونيل مالك ومدير مجموعة شركات دونيل البلجيكية للأعمال والهندسة البحرية والتكريك وذلك بحضور الفريق احمد خالد قائد القوات البحرية واللواء محمد فكري مساعد قائد القوات البحرية للشؤون الهندسية واللواء اشرف العسال رئيس شعبة المساحة البحرية والعقيد محمد المخزنجي من قيادة القوات البحرية والدكتور حسن ابو سعدة المستشار الهندسي لقيادة القوات البحرية لاجتماع تناول التبحث حول اوجه الاستفادة من الخبرات العريقة لدى مجموعة شركات دونيل البلجيكية في مجالات الاعمال البحرية المتعددة بالبحرين المتوسط والاحمر الى جانب الفرص الواعدة التي تمتلكها مصر في هذا المجال واسلوب تحقيقها في اطار خطة الدولة للتنمية المستدامة رؤية مصر عشرين ثلاثين